اذا طلابها سنيجي الى بجزء من المحاضرة وهي المارجنال البرابابلتي معناتها الاحتمالية اللي تكون موجودة على الحافة او على يعني الطرفية من التيبل او من الديستروبيوشن بصورة عامة الينطنية يعني بمعنى اخر انه هي راح تكون اللي متغير واحد احنا شنو اتفقنا اتفقنا انه جونت بربابلتي معناتها راح يكون عندنا متغيرين فحانيا المارجنال البرابابلتي معناتها انه احنا راح ينطينا هاي البرابابلتي اللي هي جونت بربابلتي ومن خلالها راح يطلب من عندنا الاحتمالية اللي شنو نستخرجها سابقا اللي هي الاحتمالية لمتغير واحد فقط يعني اما متغير الاكس او متغير الواق بس شنو بس بهاي الحالة لازم شنو نعرف شنو نستخرجها اذا كانت عندنا الجونت بربابلتي زين هسا نجي شنو راح يكون القانون القانون هنا راح يكون يعتمد على النوع الاريبل اذا كان عندنا the secret random variable فالاحتمالية هاي اللي هي المتغير واحد والي نسميها المارجنال البرابابلتي نستخرجها عن طريق جمع الجونت بربابلتي اللي هي انطيناها بالسؤال فلو منطيني اياها للأكس راح نجمع الجونت بربابلتي ولو منطيني اياها للواي راح نجمع كذلك الجونت بربابلتي اذا راح نستخدم قانون الجمع في حال كان عندنا the secret random variable زين هنا طبعا هذي الكلام بالمحاضرة يعني يوضح شنو يعني المارجنال البرابابلتي ويقلنا اذا منطيني عندنا جونت بربابلتي للdesecret random variable فانه بهاي الحالة راح نستخدم الاكس والوات وشنو هنالا ذاكرني ذاكرني انه اذا كان البراندون باريابل تحوله او كان ودسي الكونتينيوس فانه علامة السميشن اللي موجودة هنا راح تتحول الى علامة تكامل فاذا هو بهذا الشريح موضحيني شلون راح نتعامل ويقل ويقل الكونتينيوس راندون باريابل فالف وفي الاكس هاية هي معناتها احتمالية الاكس بوحدها والف وفي الواي معناتها احتمالية الواي واحدها اذا نراح هذا الشيح نستخدمه في حال عندنا جونت بربابلتي لو نجي ناخذ اكسامبل يقول شو ذات the column and row of the table give the marginal distribution of x alone and y alone اذا هسا شمنطينا منطينا تايبل احنا مباشرة ما دام منطينا تايبل نعرف انه جاني نتعامل مع the secret random variable لان هو يتحول يعني انعبر عن البرابابلتي متاع اب شنوه اب تايبل جدول شنو منطيني منطيني الجونت بربابلتي ديستربيوشن واضح؟ جونت بربابلتي ديستربيوشن هذا هو الواي وهذا مثلنا الاكس ازين هذا القيم هو المنطيني اياها وهذا القيم احنا اللي راح نطلحها بسخل لون يعني هذا الجدول هو بالحقيقة مينطيني اياه ينطين الاتي ينطين راح ينطين بهذا الشكل ها هي اللي ينطين لنا مثل f of x y يعني هنا راح ينطين ال x يعني قيم متغيرة الى x يعني مثلا هذا هو كل x ها فلنفرض ينطين قيم x هنا وهنا راح ينطين قيم y زين وهنا ها هي تمثل لنا ال f of x y احنا شنو الناتج من نطلع من نستخرج الاحتمالية الشرطية اللي هي لل x alone ولل y alone يعني كل دالة راح نضيف هذا طرف ونكتب هنا نمثلين ال f of x والعفو هالي ال f of y وهنا راح نكتب ال f of x وهكذا فاذا هنا احنا نستخرج هذا الجزء هذا احنا نضيفه اضافه من عدنه زين هسا نجي بما ان ال产نا نوع Ward was nd system فحتى نجد f of x شرا ح نسوي حتى نجد Cub � راح نجد ال لاخذ الكل متغير احنا شنون کرنا رمز الأف أوف الأكس ال话س هنا كم مرة كم شي عدنا موجود بالتائبل عدنا الى صفر وعدنا واحد وعدنا اثنين اذا معناها لازم نستخرج الأف أوف الصفر والأف أوف الواحد والأف أوف الثنين وهذا الشي حنا ساوينا الأف أوف الصفر والأف أوف الواحد والأف أوف الثنين أحنا عشرين الشنون راح نستخرج اللي هو عبارة عن consultation الأف أوف الأكس هو زين فناخذ الأكس وهنا صفر وهنا صفر بالحالة الأولى والوا هي المتغيرة مرة صفر مرة واحد مرة اثنين فمن هذا الشي راح نجد الجدور راح ناجد العمود اللي تكون الهكس بي تساوي صفر للثابت هذا هو العمود اللي تكون الهكس تساوي بي صفر هذا العمود X تساوي بصفر واضح؟ فإحنا حاليا جاي نجد F أو في الصفر فمعناتها X لازم يثبتها على الصفر والY الY رح ناخدها صفر وواحد واثنين إذن رح ناخد هذا العمود كله نجمع جونت بروبابولتي إليه اللي هي إذن القيم رح تنطينا هاي القيم فإذن هنا رح يصير عندنا رح يصير عندنا الآتي إنه رح نجمعهم الF للصفر ويا الصفر اللي هي هاية وF للصفر ويا الواحد اللي هي هاية وF للصفر ويا الثنين اللي هي هاية رح ناخدهم من الجدول اللي هو العمود الأول رح نجمعهم شنو ناتج مالتهم ننهج مالتهم الخمسة إلى أربعة عشر هاي القيمة إحنا نضيفها قلنا هذا هو اللي نضيفه وهذا هو اللي إحنا نضيفه من يمنا هذا العمود هذا العمود بالنهاية نعف هذا الصف وهذا العمود بالنهاية إحنا نضيفه فهي هاي القيمة الأولى احنا ضفناها منها هاي نستخرج القيمة الثانية القيمة الثانية شنه هزا خذنا ال x تساوي صفر بعد بقها عندنا ال واحد والثنين الثせて خلصنا منعطها بقها حتى نجد ال f ف ال واحد واش راح نسوي راح نتبت على ال واحد هنا وناخذ ال y تساوينا صفر و واحد واثنين فبهاي الحالة العـ Belle ال cross ويا الصفر والافأوف الواحد ويا الواحد والافأوف الواحد ويا الثينين نجي للتايبل عندما الاكس تساوي يجيد واحد عندما الاكس تساوي واحد وين العمود هذا العمود. الاكس تساوي واحد성이 واحد والواي صفرarmaحد واثنين إذن نجمع هاي الاحتماليات نجي فلو هسا نجي هنا نجمعไه فلو هاي نجي هنا راح نأخذ نجمع عندما حالت X تساوي 1 راح نجمع هذا السطر نأخذ الصفر ونأخذ الواحد ونأخذ الثنين نأخذ هذا القيم نجمع شنو طالعنا 5 إلى 28 إذن راح نضع هاي القيمة نجهل القيمة اللي باعتها هسا شنو أخذنا أخذنا الصفر واخذنا الواحد بقعدنا الثنين إذن X تساوي 2 إذن أفضل في الثنين راح نأخذ الـ X وياها الصفر والواحد والثنين إذن شنو إذن قيم الواي فرح نأخذ هاي الثنين ويا الصفر والواحد ويا الواحد والثنين ويا الثنين النتيجة هايشتراها طلعنا 3 إلى 28 وهو هذا الجزء اللي بضحنا هنا نزين هسا شنو هسا لو نيجي إلى لو نيجي إلى الواي هسا شنو قلنا قلنا هاي الشغلة هي هذن اللي اخذناها للـ X نفس العملية شوفه هاي قيمة هي الـ X يعني كأننا ما إحنا طلعنا إذا تلاحظون الـ نفس العملية اللي سويناها راح نسويها للـ Y يعني راح نأخذ الـ Y صفر ونأخذ هذا الصف بأكمله راح نجمعه ينطينا هاي القيمة الـ Y تساوي واحد راح نجمع هذا الصف بأكمله والـ Y تساوي اثنين راح نجمع هذا الصف بأكمله يعني هزا مثلا إذا أردنا نجد الـ F الواحد اللي هو شنو هاي للـ Y إذا الـ Y تساوي واحد فمعناتها الـ X راح نأخذه صفر وواحد واثنين إذا نجي هذا الصف كله راح نأخذه نجمع هاي القيمة وهاي وهذا ماذا يجينا يجينا هاي هذا الرقم مزيين طبعا بالنسبة للترتيب النهائي راح يكونوا بهاي الطريقة يعني نخلي الصفر مره الواحد والثينية وكل وحدة استخرجنا ها نرتبها بهذا الشكل فبهاي الحالة كأننا مو إحنا جاي نساوي جاي نستخرج الـ F OF X بوحده والـ F OF Y بوحده هزا لو نجي نأخذ مثال آخر هزا هذا اتفاقنا هذا الحج عالي منع على D-Secret Random Variable إذا ما نطينا الـ Continuous وش راح نسوي أول شيء الـ Continuous ينطينا الـ Distribution Function و الـ Density Function مالتها راح تكون Pile Pile بخذا الشكل مو تايبة وينطينا قيم معينة تكون موجودة بها الـ X وتكون موجودة بها الـ Y وهذا اني كل شرومات ننتبه لهم زيان شنو هزا نريد مني نريد نستخرج الـ F OF الـ X بوحده والـ F OF الـ Y ش راح يصدر عندنا القانون قلنا القانون نفسه ولكن راح نخلي شنوه مكانه تكامل من نجه نضع تكامل الـ F OF الـ X Y D-Y زيان ننتبه الى شغلة احنا بهاي الحالة ش راح جاي نطلع نطلع الـ F OF الـ X معناته شنو المتغير اللي عندنا متغير هو الـ D-Y زيان راح ناخذ الدالة هنا ننزلها مثل ما هي وناخذ الـ D-Y واضح لان احنا قلنا مثلا قيمة X منو تكون ثابتة على القيمة معينة ش راح تكون الـ X مثلا مناخذها صفر اخذها لثلاث احتمالات يعني اخذها للـ Y تساوي صفر والـ Y تساوي واحد والـ Y تساوي اثنين زيان فمعناته انو المتغير عندنا هو الـ Y فهنا راح ناخذها للـ D-Y من انجه يقول اخذها للـ D-Y معناته شنو هاي الحالة لازم اخذ حدود الـ Y هنا عمال اخذ الـ D-Y منين من الصفر للواحد ننزل الفترة اللي الـ Joint Probability اللي الفترة اللي موجود بها التكامل بعدها نكامل بعدها راح نكامل التكامل هنا المن بالنسبة للـ Y اذا الـ X هي عبارة عن constant فهنا هنش راح يصر عندنا الـ 2 الى 5 يعني نقدر نطلحها ونخليها مو مشكلة يعني نقدر نطلحها بره التكامل ونكامل وبعدين نضربها بالناتج اذا ممكن يعني من البداية نخليها مو مشكلة هسا تكامل 8 بالنسبة للـ X شنو تكاملها؟ هي constant فتكاملها X في الـ Y أما الـ Y تكاملها Y تربية على 2 وندخل 2 الى 5 بعدها ناخذ من الـ Y تساوي 1 والـ Y تساوي 0 هذا الحش المن هذا الحش للفترة بين الـ X تساوي 0 وبين يساوي 1 يعني اذا طلب من عندنا نجد الـ F-O في الـ X الغير هاي الفترة فهي تساوي 0 زين هسا نجي المن نجي الى الجزء اللي هو الـ F-O في الـ Y F-O في الـ Y هنا راح تكون كذلك التكامل ولكن بالنسبة المن للـ D-X زين من نجي نكامل بالنسبة للـ D-X لازم ناخذ حدود الـ X بين الصفر للواحد ونكامل هنا المتغير ملتنا حاليا X والـ Y هو ثابت بعد التكامل وتعويض القيام راح يكون عندنا هذا الناتج هذا الناتج الإلمي اذا كانت الـ Y بين الصفر وبين الواحد يعني اذا نطعن الـ Y تساوينا مثلا خلنفرض 0.5 0.4 0.3 0.6 اي شي راح هاي الدالة نطبقها عليه زين هزا نجي ناخذ المثال آخر يقول لك إنه كان عندنا في تكون is toasted two times نحسب joint probability mass function of the secret rundown variable ومحددنا الـ X و الـ Y هذا السؤال طلاب مشينا بي من البداية أول شي استخرجنا هذا الـ table بعدها تعلمنا شون نستخرج الـ F of X Y بعدها هزا جاي يطلب من عندنا شون نستخرج شنو شون نستخرج اللي هو marginal probability في يعني بدينا بي خطوة خطوة شلون نستخرج الـ table وشلون راح نستخرج الـ marginal probability بعدها راح ناخذ نفسه نستخرج الـ لحاولون تلخصونا أو تاخذونا عننا ملاحظات هزا منطيناها شنو نريد من عندنا يريد عندنا الـ F of X بوحدها والـ F of Y بوحدها احنا هنا هذا الـ table قلنا استخرجناه سابقا ورتبنا شوف شنو راح نضيف الـ F of X راح نضيفه طبعا بالمناسبة هزا هو discrete random variables هاي بعد شي صار واضح هزا نريد نجد هزا الـ F of X جقلنا نقدر مباشرة يعني مجرد ما تحلونا شوية أسئلة راح تعرفون هزا الـ F of X إذا راح نطلع كل قيمة قلنا ناخذ عندما الـ X تساوي صفر ناخذ هذه العمودة نجمعا عندما الـ X تساوي واحد ناخذ هذه العمودة نجمعا عندما الـ X تساوي اثنين ناخذ هذه العمودة نجمعا هاي كلها نرتبهم بها الطريقة هاي تمثلنا الـ F of X من جنو نريد نرسمها أو نرتبها تنتبهون للرسم مني طلب منكم الرسم أو أصلا نطلب منك إنه تجيتها لازم نجيتها بهذا الشكل اللي هي الشكل القديم نزين لازم نرتبها بهذا الشكل الافواف في الوايش راح نسوي حتى نستخرجها راح نجمع هذا الصف ونجمع هذا الصف ونجمع هذا الصف هذا الحشي لديس كريترانتون فاريابل اذا كنتينيوس راح نكامل نجمع حين ورتبها بهذا الشكل فالنهاية اش راح تكون طبعا هم نقدر نرتبها بهذا الشي يعني نرتبها بصورة افقية على موضة تكون مشابه للحالة اللي حشينا يعني بيها بالبداية اول شي مشرحنا الرماضات هم ضريبة فاذن البعد ما نجيتها راح نرتبها بهذا الشكل